طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وزارات الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في تويتر إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقية سين الياسري بالعمل بحزم ضد عملية القتل والاختطاف والاختفاء القصري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين قال رئيس مركز المصالح الروسي في سوريا الجنرال يوري بورنيكوف إن الجماعات المسلحة هاجمت بطائرات مسيرة قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب اللاذقية وقال بورنيكوف في بيان وزعه المركز الصحفي لبزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوية الروسية رصدت اقتراب هذه الطائرات من القاعدة وأسقطت إثنتين منها ترجمة نانسي قنقر